مرحباً أصدقائي متابعي قناة التعلم العزة في فيديو جديد في هذا الفيديو سنعرض لكم مجموعة من النصائح حول خيال السباكة التي يمكن أن تستخدمها بكل بساطة مستعدون أصدقائي، هيا بنا لنبدأ كيفية إصلاح النبيب المياه باستخدام بلاسيك البولي إيثيلين هذه هي طريقة السليمة هل يحدث هذا مع رأس الدش الخاص بك؟ كل ما تحتاجه هو كيس بلاسيكي بعض من الخلي وقليل من صود الخبز انتظر قليلاً، حركوا جيداً وها نحن لدينا دش نظيف نصيحة لأصحاب الأعمال اليدوية للتعامل مع مشكلات السباكة في المنزل بدلاً من دفع تكاليف السباك الغالية كل حرفي من الحرفيين المهرة يستعمل شيئاً وحيداً يمكنه من إجراء عمليات خدمته بكل سلاسة وسهولة مثل هذا الشخص قد يكون الرش بسبب ضعفي صمام التحكم استخدم المصاصات الصغيرة مثل هذه ستساعدك على التدفق بشكل متوازن بدلاً من الحفر تحت الأرض أو استخدام أي نوع من الهدم لتنظيف الأنابيب أو السبدالها فالسباك يقوم بمعالجتها من الداخل بهذه الطريقة العجيبة أولاً قم بتثبيت المنظم بجوار الأنبوب مباشرة حيث يعمل المستشعر عندما تكون درجة الحرارة أقل من 38 درجة فرنهايت ثم قم بتأمين السلك بشارط كهربائي حوالي 6 بوصات لكل دورة وإذا كان المناخ بريداً جداً تذكر إضافة العزل لمنع حدوط تجمد أنابيب المياه يمكن لقنينة بلاستيكية أن تفتح الحوض بكل سهولة أو استخدم راحة يدك للقيام بالإجراء المتماثل في كلتا الحالتين صديقي فهو رخص وسهل جداً بتركيب أنابيب صرف الصحي بالقرب من الأرض لتجنب رد فعل المياه العكسي سيكون هذا الأمر جميلاً جداً لا مزيد من الصرصير في البالوعة إذا اتبعت نصيحة هذا المعلم يوضح هذا أنه مع مرور الماء تغلق فتحة البالون مما يمنع صرصير من التدفق إلى أسفل المجاري في حالة عدم تمكنك من العثور على مسادس حراري يعد مجفف الشعري خياراً جيداً لفكي وصلاتي الماء وها نحن لدينا وصلات جديدة وعلى غرار شريط يتمتع البالون بالقدرة على تمدد والإغلاق بفعالية شاهد كيف يتم التنظيف بكل سهولة تامة وذلك باستخدام قطع الثلج كل ما عليك فعله هو الإمساك بالكماشة والضغط على الأنبوب قليلاً وسوف يقوم بتثبيت الوصلة بشكل جيد هل عانيت من قبل من مثل هذه المشكلة؟ أخبرنا في التعليقات كيف تعاملت معها والآن إليك الحل يا صديقي يبدو الأمر سهلاً أليس كذلك؟ بفضل هذه الآلة يمكنك استخراج هذه الأنابيب العالقة بعد أن يتبخر الماء ستشكل المعادن المترسبة بقاعاً على الصنبور على العكس من المواد الكيميائية فإن استخدام رقائق الآلمنيوم لإزالة البقع فعال وغير ضهر ستشكرني على هذه الحيلة أي مساحة ضيقة لن تكون مشكلة للعمل المهر الذي يعرف مكانته كمية حمض الفوسفوريك الموجودة في هذا المشروب سوف تحلل وثوديب كل هذا الصدق ولحل هذه المشكلة لدينا هذا الحامل اللاسق فهو خيار جميل بدلاً من حفر الثقوب على الجدار هل تصدق هذا؟ المفتاح القديم للتعديل ليس عدم الفائدة في هذه الحالة سيتم إثبات النتيجة لك قريباً تم تصميم هذه الأداة على شكل هلال لتمرير الصنبور عبر الفتحة دون متاعب تركب مشبك لولبي بعد ذلك أصدقائنا نترككم مع بقية الفيديو فرجة ممتعة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة